قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قال إن هجوم السابع من أكتوبر الماضي وجه دربة مدوية للاحتلال هزت كيانه وقيادته العسكرية والسياسية وفي خطاب له قال هنية إن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية يقدمون صورة مشرقة بالنضال والصمود الأسطوري وأكد على أن الحركة منفتحة على أي مبادرات تفضي لوقف العدوان أضاف أن الرهائن على ترتيبات دون حماس والمقاومة بمثابة وهم وسراب كما شدد هنية على أن بطولات كتائب القسام والمقاومة تتجلى وتوقع في العدو خسائر فادحة وآخرها كان في الشجاعية وجباليا